بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي باقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير وفي برقيات يأكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بيوم 25 من يناير كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن كما بعث جبالي برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أشهد فيها بأبطال الشرطة الذين يتجلى في أدائهم ومهامهم معاني الوطنية والتضحية